الاخوان لاجئوا لدول يعني انا بس بفكر الناس الناس اللي بقولوا دعاة ودعوة وموت في سبيل الله اسم امانينا والحق والعدل المساول كلام اللي بيتقال من قام حسن البنة لغاية دلوقتي اخيرا اختزلت جماعة الاخوان ونظام الطيار الاسلام سياسي انجاز التعبير اختزلوهم في دول هما دول الدعاة انتهت دعوة حسن البنة الى النهاية الترفية اللي قدامنا شمان اسمه عبدالله شام عبدالله وخالد ابو النجا وهشام عبد الحميد وعمر واكد الخمسة دول هما استقطبتهم جماعة الاخوان لينتشروا في الشارع رؤوس حربة في الشارع رؤوس حربة رخوة رؤوس حربة خشنة انا مش هتكلم انتو بطرق الحكم لكم بس انا بنبه الناس بفوأ الناس حتى اللي تبع الاخوان والمتعاطفين جماعتكم ودعوتكم اختزلت في النهاية ورجالة حسن البنة فشلوا تماما وجابوا رجالة تانين يقوموا مكانهم هم دول الرجال دول رجالة الاخوان باحكام هذا الزمان دلوقت بقى خالد ابو النجا بيتحدث بحديث الاخوان او يدافع عن الاخوان او يتبنى وجهة نظر الاخوان هو واكد ومش واكد والاسماء اللي قدامنا الخمسة دول وفي غيرهم طبعا بس دول اللي موجودين ما استخدامهم جميعا وموجودين في تركيا ولا في لندن ولا في غيره بيتبنوا وجهة نظر واحدة هدفها الهجوم على الدولة المصرية هدفها الهجوم على الرئيس المصري هدفها الهجوم على الجيش المصري هدفها الهجوم على الإعلام المصري الهجوم على مؤسسات الدولة المصرية من خلال أبواق كل واحد فيهم يوصل نفسه بأنه فنان وممثل وغيره وغيره بصرف النظر فنان شاطر فنان فاشل دي أنا مش ناقد فني لكن بقول أنه جماعة الإخوان وصلت في النهاية اللي استخدام أدوات كانت تصفها فيما مضى بأنها أدوات قذرة وأدوات مسمومة وأدوات مع كامل احترام لكل الناس دلوقتي بيستخدموهم كرقص حرب بعد شوية اللي ولاد دول اللي هم الخمسة اللي هم الفنانين فكرة استخدام الفنانين فشلت فبالقوا يدوروا على فكرة جديدة فكرة جديدة ايه الفكرة الجديدة اللي هي الفوضى فوضى عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي مين هو وسائل التواصل الاجتماعي نجوم التواصل الاجتماعي مين هم نجوم التواصل الاجتماعي اللي قدر يعمل فيديو على الفيسبوك يبدأ يجيب ناس تتفرج وتشوف يبقى شرب حميد وواكد وابو النجا وغيره وغيره دي كانت مرحلة من استخدام الإخوان لقوة أخرى نظراً لفشل قواهم الكلاسيكية أو التاريخية جابوا مين بعد كده؟ جابوا الفرقة الجديدة اللي هم بيتكلموا على الفيسبوك وغيره واقل غنيم رجل مدون قديم ومحمد علي ده المقاول الفنان ومساً ابو فاجر خلال الأسبوعين اللي فياته لأنه ده جاي بفيديوهات وصاحبنا بيرد عليه بفيديوهات بقول له أنا ركبت التريند أكتر منك وبتلاثنه مع بعض وابو فاجر اللي احنا جبناه مبارح وتكلمنا عليه أنا ما بتكلمش أنا لا أتحدث عن تفاصيل ما قال هؤلاء فهناك قصص أخرى سوف يأتي وقتها لمش فاطح توضيح حقيقة هؤلاء للناس أنا مبارح تكلمت عن مستدر أبو فاجر وأرجو تشوفوها وفيه غير يتكلم على بقية الناس لكن أنا بتكلم بنظرة شاملة من فوق بشوف من فوق الإخوان دول بفكره إزاي الأول جابوا بقى ناس في مرحلة ما عمر خالد مش عارف ابن يوسف القرضاوي مش عارف مين 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 اللي هو دهدغت مشاعر الجميل من خلال الدعوة برابطة العنق والكلام الرائع جداً وممكن يلبس مش عارف إيه ويعمل إيه يقرب من الناس فاشلت بدأوا يطوروها شوية من خلال شباب صغير يطلع عامل على الموضة ويتكلم فاشلت بعد شوية جابوا فنانين فاشلت دلوقتي رجعوا للمدونين على وسيل التواصل الاجتماعي يتكلموا اللي هم المجموعة اللي قدامي التلاتة دول مثلاً واستخدموهم دون أن يدروا وبدأ كل واحد دول يحقق برغبته أو بجهله أهداف إخوانية واضحة وهي رفع منسوب الإحباط لدى هذا المجتمع من خلال فيديوهات واحد ما بيكلفوش حاجة يفتح التليفون وروح عامل بس لايذ ويبدأ يتكلم أي كلام كلام خمسين في المئة منه قلت أدب والخمسين في المئة التنين أكاديب أو حتى مش أكاديب لكنه قاعد بيتكلم طلع عقده النفسية يطلع خطته حد يستخدمه عمل يتكلم والغريب في الأمر مش كلامهم مش استخدامهم إننا الناس تتابعوا وتشوف شوفت الفيديو بتاع فلان مبارح ونبدأ نبعطه البعض دي القصة